في نفس السياق تجتمع غرفتي البرلمان يوم الأربعاء في جلسة خاصة عقب استدعاء رئيس الجمهورية لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور وذلك للشروع في عملية مصادقة عليه والتي حسب الخبراء تكون وفق خطوات التفاصيل مع محمد بومجو تتجه الأنظار نهاية هذا الأسبوع نحو قصر الأمم أين ينتظر أن يلتأم أعضاء البرلمان بغرفته في جلسة استثنائية وفي جدول أعمالها وثيقة الدستور استدعاء الرئيس بوتفلق للبرلمان بغرفته من أجل المصادقة على المسروع النهائي لتعديل الدستور وذلك بعدما منحت له هيئة مراد مدلس الضوء الأخضر لعرضه وفق الخطوات التالية سيشرع مباشرة في إعداد نظام داخلي خاص بالدورة بجدول أعمال محدد وسينتهي الجدول الأعمال بانتهاء أشغال الدورة ثم بعد ذلك يشكل فريق لأعداد من اللجنتين القانونيتين لأعداد تقرير البرلمان ويعين مقرر لأعداد تقرير ثم بعد ذلك تحال إلى المصادقة بثلاثة أربع أصوات أعداء البرلمان مشروع الدستور الجديد والذي عرف جدلا كبيرا منذ انطلاق جوالات المشاورة حوله ينتظر الفصل النهائي والمصادقة عليه غير أن مقاطعة المعارضة واردة حزاب الموالات لها الأغلبية لها الأغلبية المطلقة وعلى هذا الأساس سيمر بسلام المعارضة لا تؤثر دستور 2016 والذي جاء بعد مخاض عسير وفي سياق ظرف سياسي واقتصادي استثنائي يعد جوهر سلسلة الإصلاحات السياسية التي شرع فيها الرئيس بوتفليقة ترجمة نانسي قنقر